دكتور يوسف هل أصبحنا أمام جولة واحدة مع إشاعات اليوم تقول بانسحاب المرشح الآخر سنان أغان مرشح تحالف الأجداد كما يسمى مع أنه نفى هذا الأمر لماذا سنان أغان ألغى حملة الانتخابية يوم قد في أنطاليا؟ قال لأنه في استقطاب حاد لا يريد أن يجري هذا التجمع الانتخابي يعني هذا أمر غير مقلع يعني هذا الاستقطاب الحاد موجود منذ بداية الانتخابات وليس الآن يعني ما هو وليد الآن هذا واحد ثاني لما أهد الانسحاب بتقديرك؟ بكل تأكيد سنة ما يقول أنا لوعك الصحية سأنسحب وربما ننسي ذلك يا سيدي الآن المفاجأة أكبر من ذلك بكثير دعني أقول لك بالنسبة لمحرم إنجا بس خلينا أخذها هذه يعني الأحد بتقديرك بالتحليل أو بالمعلومات لا أدري ستكون المواجهة منحصرة بين الرئيس أردوغان وكمال كليشدار أغلو المواجهة ستكون منحصرة بين الرئيس أردوغان وبين الغرب وأتباعهم وأذنابهم في المعارضة التركية الغرب هو الذي يخطط العقل المدبر الأستأكل ومن ورائهم هم الذين الآن يدخلنا في الانتخابات بشكل مباشر الذي أمر مرار الأكسنر أن تعود والذي أمر محرم إنجا أن ينسحب والذين سيأمرون السنان أغان أن ينسحب هؤلاء هم الذين الآن الرئيس أردوغان هو الآن ينافسهم هو سيكون هناك ما يسمى الحكم صادق الاقتراع ومحرم إنجا تحديدا إذا ما كان بريئا من التهم المنسوب إليه لماذا لا يستمر؟ لماذا ينسحب؟ أنا لا أفهم هذه القضية طيب إذا كان ذكاء اصطناعي وإذا كان ما يسمى ديب فيك أو التزييف العميق لماذا لا يلجأون بهذه الأحايل أو هذه الحيل على الرئيس أردوغان؟ هذا كلام غير مقنع يا سيدي دائما القضية واضحة هذا أسلوب فتح الله قلن هذه الجماعة الخبيثة التي لديها جواسيسة في كل أنحاء وفي كل جهات لماذا شعر الرئيس أردوغان بالاستياء من انسحاب محرم إنجي وعبر عن هذا الاستياء؟ قال إنه حزين كان يتمنى له أن يستمر حتى النهاية لحد الأسباب الظاهرية منها عندما يكون هناك سباق ديمقراطي وانتخابي يريد أن يعلم وأن يأخذ حظه ويعلم حجبه من الشعب التركي يعني هذا السباق الانتخاب والديمقراطية تقول يجب أن يعطى حقه لإكمال السباق الانتخابي أما السبب الغير معلن هو طبعا وجود محرم إنجي كان يؤدي إلى تشتيت أصوات المعارضة وسيصب في مصلحة الرئيس أردوغان ومصلحة العدالة والتنمية على جميع الأصعاد ليس فقط الانتخابات الرئاسية حتى في الانتخابات البرلمانية دعني أن أقول لك كلمة محرم إنجي مع الأسف قضى على نفسه سياسيا محرم إنجي الآن لن تقوم له قائمة بعد الآن محرم إنجي الآن دخل مزبلة التاريخ محرم إنجي الآن تماما كما انتهى دينيس بايقال قام وشد حبل المشنقات السياسية على نفسه لماذا؟ واحد لأن الآن حزب المملكة أو حزب البلد الذي هو يرأسه الآن يعيش في صدمة لم يتعافى منها وسنشهد غدا استقالات ليس بالعشرات بدأت بالفعل وبدأت بالفعل الآن هؤلاء أصحاب ممثلياته والذين صدقوه والذين كانوا يعني يؤمنون بأنه هو الأنظف وهو الأفضل من حزب الشعب الجمهوري عندما يخضع لهذه الضغوطات وعندما يستقيل بحجة أنه يريد أن لا يتحمل مسؤولية خسارة حزب الشعب الجمهوري إذا ما خسر وسيخسر هذا كلام عذر أقبح من ذنب كما يقولون يعني أنت أصلا هم طردوك من حزب الشعب الجمهوري أنت يا محرم إنجي يا رئيس حزب البلد منافس لهم عليك أن تثبت ولو هناك ناخبون وهناك من ينتمي إلى حزبك يعني عقدوا عليك الآمال والآن لديك أجندة وحاربت وقلت في خطابك مورست عليك ضغوطات 45 يوما وبالتالي إذا ما كنت على حق يجب أن تدافع عن هذا الحق لا أن تستسلم وتعطي الأعذار هنا وهناك وتلقي اللوم هنا وهناك وبالتالي هذه الخطوة التي قابها محرم إنجا رئيس حزب البلد المنشق عن حزب الشعب الجمهوري دفن نفسه قبل أن يدفنه الرئيس أردوغان في صندوق الإقتراع وهو الآن في مزمت التاريخ هذا واحد ثانيا بس كأن هذا الكلام يعبر عن استيائك من انسحابه كأن النتيجة ستصبح في مصلحة المعارضة الاستياء هو من أنه هو مع الأسف لم يكن على مستوى تحمل المسئولية كمنافس ديمقراطي في الانتخاب هو حمل الحكومة المسئولية قال لم تحمل الحكومة لم تحمل السلطة حجة الخاسر تحميه من من؟ هذا السؤال من التشويه إذا بدك يا سيدة هذا كلام التشويه في كل مكان موجود الغرب يشوه الرئيس أردوغان الصحافة الداخلة يشوه الرئيس أردوغان الرئيس أردوغان هو لا يلقى لهؤلاء بالا الرئيس أردوغان مشغول بكيفية يقوم بإنجازاته ومشاريعه ليحقق الأهداف المرجوة لا يلقي بالا لسياسة التشويه والتشويش والشيطن داخليا وخارجيا محرم إنجا إذا كان في الأول الطريق يدعي بأن كانت على الدولة أن تحميهم ولا ندل تحميهم من من؟ ما هي الضغوطات وما هو التهديدات وما هو متورط في ماذا؟ وهذا حجة الخاسر وهذا عذر الأقضح من ذنب أما النقطة المهمة هنا تبعات هذا الانسحاب الآن كارثية كيف ستكون؟ في الانتخابات طبعا انتخابة الرئيسية انسحب منها طيب الانتخابات البرلمانية ماذا سيحصل؟ ستصب في صالح العدالة والتنمية لماذا ستصب في صالح العدالة والتنمية؟ في العدالة والتنمية ستصب لأن حزبه الآن أصبح من المؤكد لن يستطيع أن تجاوز السبعة في المائة العتبة الانتخابية سيكون تحت العدم الانتخابية ربما 1% ربما 2% هناك أشد المتفائلين كانوا يقولون 17% ولكن الآن يقينا سيكون أقل من ذلك بكثير وبالتالي عندما يكون أقل من 7% أصواته حسب القانون ستذهب إلى الحزب الأول ألا وهو العدالة والتنمية وبالتالي هو أفاد العدالة والتنمية من حيث لا يدري وليس المعارضة أما في الانتخابات الرئاسية فانسحابه من عدمه الرئيس أردوان هو أصلا دائما الآن نقولها وقولنا قبل ذلك 15 استحقاق انتخابي وثالث استحقاق رئاسي والرئيس أردوان من الجولة الأولى يجتازل 50% 2014 51.9 2018 52.6% والآن متوقع فوق هذا الرقم 53% فما فوق وبالتالي انسحب محرم إنجا أم لم ينسحب لا تأثير مباشر على انتخابة الرئاسية ولكن تأثير سلبي عليه وعلى سيبقى تحت العتبة الانتخابية وأصواته ستذهب بمجملها إلى العدالة حتى لو تم احتضانه الآن من قبل الرئيس أردوغان هل هذا السيناريو وارد؟ لا طبعا لا يمكن احتضانه قضية تقديم التحالفات سيدة تركي دولة قانون وقضاء والقانون والقضاء فوق الجميع ولا يمكن الآن أتدري حتى الآن الآن بعد انسحابه أصواته التي من صوت له في أوروبا من الأتراك في أوروبا من العلمانيين التي صوتها ستبقى هي موجودة تأكد من هذا القانون لن تلغى ولن تعتبر أصوات انتهت ستبقى وتسجل له حتى إذا ما بقي إلى الجولة الثانية يتم حسمها وفق القوانين المعمولة ستأتي إلى هذه المسألة التقنية لكن أنت تعلم الآن كملك الاجدار أغلو دعاه إلى الطاولة السدسية ويحاول أن يعني يجذبه لناحيته كي ينال أصوات جمهوره يا سيد هو لم يدعوه هو هذه دعاية من أجل أن يكسب أصوات ناخبية هذا الإعلان عنه دعاه عم بقول له طاولة إبراهيم الخليل المسامحة والحب والصداقة وتعل عنها نعم هذه هي هذا كما يقول يقتل القتيل ويمشل في جنازته هم الذين الآن فبركوا القضايا أو أعلنوا وهددوا هو يقول لك الدولة لم تحميني الذي كان يهدد والذي كان يتواعد من حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري الحاضرة الأساسية التي كانت لمحرم إنجا التي ترضى منها كبارك شعر طرده شرى ترضى يعني ورأاه متمردا عليه فقال له يعني أخرج يعني لم يستقيل هو أخرج من حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا لأنه لم تتلاسب أفكاره ومبادئه مع أفكار حزب الشعب الجمهوري وكما لك شرى أولو الدائمة للتقسيم تركيا والدائمة للتحالف مع حزب الشعوب الدموقراطية المؤيد للبكاكاء استطول بالك دكتور عندما يقول إنجا بأنه ما عشته خلال آخر خمسة وأربعين يوما لم أره في خمسة وأربعين سنة قاموا بنشر وثائق وصور وأوراق مزورة كأنها تتبع لي من قام بذلك هم أتباع فتح الله قولن وبعض من مناصري المعارضة أعادوا نشرها أيضا هذا الكلام ألا يغضب أنصاره ويدفعهم باتجاه تحالف الجمهور برئاسة رئيس أردوغان ألا يفتح الرجل بهذا الكلام الباب للتقارب على الأقل مع تحالف الجمهور يا سيدي دعني أقول لك نقطة مهمة جدا لا دخان بلا نار وبالتالي هذه الخضايا أنها هي إبارة عن افتراءات لا تجبر أحد إذا كانت افتراءات حقيقية للاستقالة في هذا الوقت الحساس في هذا المهمة الحساسة الافتراءات كانت على رئيس أردوغان أضعف من مئات المرات عندما تكون افتراءات محضة عندما يكون هناك أكاذيب محضة أنت ما تكون صاحب أنت صاحب الحق تكون قويا وتكون صاحب حجة وتقارع الحجة بالحجة أما الانسحاب والاستقالة والرجوع إلى الوراء والتخفي هذا ديدا الذي متورد بس هذا التعاطف من الرئيس أردوغان مع الرجل ليس من فراغ ليس هو لأنه هذا ليس أسلوب سياسي هذا أسلوب دنيئ التدخل في الحياة الشخصية والآن الرئيس أردوغان يهدد يقول خلال الساعات القادمة بكرة أو بعد بكرة غدا أو بعد غد سيتم كشف كواليس انسحاب محرم إنجا يعني لديه ما يخفيه الرئيس ليس الرئيس قال لا لا بيقول هكذا الرئيس قال لننتظر إلى الغد وبعد غد سينشر يعني من المتوقع أن يتم نشر من قبل الذين هم وراء هذا العمل ليس للدولة لها علاقة من المدعي العام في أنقرة يعني ليس المدعي العام يا سيدي هو قوة تحرك على كل حال محرم إنجا هل الآن قبل قليل بدا قلت قال جماعة فتحلقون والمعارضة هو سمى الذين هم مسؤولين عن هذه الفضيحة فتحلقون والمعارضة لو كان وراء هذا الأمر الرئيس لكان من مصلحة محرم إنجا أن يتهم الرئيس بشكل مباشر لأن هذا ستصبح في مصلحته الآن هو يقول فتحلقون والمعارضة من المعارضة؟ حجم الشعب الجمهوري من وراء هذا الأمر هي فتحلقون جماعة فتحلقون والمعارضة والذين هم كانوا وراء إعادة مراء الأكشن خليني أفهم منك شغلة مهمة واضح إنه في فخ نصب لمحرم إنجا طيروا من هالانتخابات طيروا من السباق هل سيتحول هذا الفخ إلى فضيحة للمعارضة حول الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب؟ سيدي هو استنساخ لما حدث لدنيس بايقال دنيس بايقال هذا الفيلم رأيناه قبل ذلك قبل 13 عاما هذا الفيلم المعاد هذا الفيلم الآن عادي قبل 13 عاما نشر الفيديو الفاضح الذي كان أجبره على الاستقالة وليس فقط الاستقالة نبدأ هناك فقط انتخاب أجبر على الاستقالة من رئاسة الحزب أيضا اسمعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر